أكد سعادة السيدة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي ستسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومتقدمة لتحقق تطلعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل التمكين وذلك للإعلان عن استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 وقال سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إن إطار خطة التعافي الاقتصادي تضمن تنمية قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية والاقتصادية والتي من بينها قطاع الصناعة وذلك من خلال اقتراح المزيد من المبادرات الهدفة لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتابع زياني أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي دعم قطاع الصناعة اهتماما بالغا بما يرفض مسيرة البناء والتطوير في المملكة ويسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين مضيفا بأن موصلة تطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الذات الأولوية في مملكة البحرين يأتي تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وحول أهداف استراتيجية قطاع الصناعة أفاد الوزير بأنها تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية نحو مستقبل صناعي أكثر تطورا ونماء وشمولية جاءت استراتيجية قطاع الصناعة ثرية بالمبادرات والأفكار الطموحة والرؤى البناء تحمل مسؤولية الارتقاء بهذا القطاع الحيوي بالمملكة تتشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية في تنفيذها وتحقيق أهدافها وأهداف خطة التعافي الاقتصادي بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزارة حفظه الله هذه الاستراتيجية وضعت في الأساس من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكن شارك فيها العديد من أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية والدعم لهذا القطاع ويعتبر قطاع الصناعة من القطاعات الحيوية في اقتصاد مملكة البحرين فهو القطاع الثالث من حيث المساهمة في الناتج المحلي هو قطاع واحد وفيه فرص لمرمو في الناتج المحلي فرص للخلق المزيد من الورائث وفرص مهمة جدا لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطن توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها لإعداد الأمثل هو أحد أبرز أولويات الاستراتيجية إضافة لجملة من الأولويات البناءة والطموحة التي أكد المتحدثان خلال المؤتمر جدية المساع الوطنية لتحقيقها من خلال المبادرات التي تم الإعلان عنها نشهد اليوم تتشين استراتيجية القطاع الصناعي للأربع سنوات القادمة حسب خطة تعافي الاقتصادي واللي من خلالها راح نشهد نقلة نوعية في تطور القطاع الصناعي في مملكة البحرين بالإضافة إلى تنافسية المملكة في كثير من المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع طبعاً الاستراتيجية راح تتطرق على إعدة نقاط وتركز على عدة محاور ولكن بشكل أكبر يكون هناك تركيز على زيادة عدد الموظفين في هذا القطاع البحرن في هذا القطاع بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي بالإضافة إلى نسبة الصادرات لخارج المملكة مسؤولية كبيرة يتحملها القائمون على هذه الاستراتيجية لتحقيق آمال وتطلعات المملكة في قطاع الصناعة ليكون قادراً على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية استناداً إلى ما تمتلكه البحرين من كفاءات وخبرات وموارد متميزة استراتيجية قطاع الصناعة يعلن عنها ضمن توجه خطة التعافي الاقتصادي تشتمل على عدة محاور عملية تهدف لتعزيز الصناعة والاستثمار وتحقيق فرص نوعية إضافة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع الصناعة لمملكة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة